بما أن حياة المدن لم تعد تطاق بسبب التوتر والازدحام والتلوث والضجيج والصخب قرر زوجان فرنسيان متقاعدان ترك باريس وسكن في جزيرة صغيرة في المحيط الأطلسي هي جزيرة أوليرون الرائعة قبلة الساحل الغربي لفرنسا جزيرة خلابة رائعة الجمال سيستمتعان فيها بالهواء نظيف ومياه البحر الزرقاء ينعمان بالهدوء بقراءة كتاب أو رياية أثناء ارتشاف كأسين من النبيذ الأورغانيك لكن شيئا واحدا شيئا واحدا حتى من كل هذه المتع والأحلام ولوث جنة السلام والهدوء للمتقاعدين الاثنين الباريسيين هذا هو جارة عجوز اسمها كورين فاسو تربي بضعة دجاجات وديك اسمه موريس موريس يصيح عند الصباح والظهيرة والمساء وبعد كل صوت يسمعه وإذا سمع صوت ديك آخر يزيد الصياح وإذا أراد أن يسيطر على الدجاجات يزيد الصياح أيضا والإعلان عن حدود منطقته كيف يمكن التخلص منه؟ المسألة سهلة جدا في بلادنا تقفز إلى حديقة العجوز تأخذ الديك وتتغداه مع القليل من الرز محشي وتجعل الأمر يبدو كحادث كأن أكله الذئب مثلا أو تعترث أن جعت وأكلته أو إذا أردت أن تدفع ثمنه لكن الأمور لا تسير هكذا في فرنسا فلجأ الزوجان المتقاعدان إلى المحكمة للشكوى ضد صياح الديك وكلام حاميا وطالبا بإسكاة الديك في ساعات الصباح كي ينعمى بالنوم قليلا وإذا ربحال قضية فعلى فاسو إما أن تجد حلا لإسكاة الديك أو الرحيل عن الجزيرة التي سكنت فيها لخمس وثلاثين سنة لهذا قررت فاسو القتال ووكلت محاميا وفتحت عريضة لدعمها على الإنترنت تقول فيها لماذا يريدون إسكاة ديكي موريس ماذا عن أصوات العصافير ماذا عن خوار البقر في الريف لماذا هذا فوقع على العريضة حوالي مئة وأربعين ألف شخص دعما لها ثم بدأت معركة قضائية لمدة سنتين ونصف من الإجراءات من المرافعات النظامية محامو المدعي ومحامو المدعي عليه جلسات علنية وقاعة محكمة وهناك من هم داعمون ومن هم معارضون والصحافة دائما تصور تصور كل الجلسات وتستمع إلى الشهود وهناك أيضا أوراق للقضية ماذا تتوقعون حكم المحكمة حكمت المحكمة لصالح ديك موريس وصاحبته فمن حقه الصياح صياح الديك جزء لا يتجزأ من حياة الريف استمعوا إلى صاحبة الديك فاسو يجب أن يتذكر الناس أننا بحاجة إلى الريف يجب أن يتوقفوا عن رفع دعاو قضائية على لا شيء فور عودتي سأقول له لقد فزت يا موريس الأصوات في الريف أمر طبيعي ويجب قبولها بصدر رحب وإذا لم يقبلها البعض فعليهما الرحيل يجب أن يتوقفوا عن هذا الريف وإذا لم يقبلها يجب أن يتوقفوا عن هذا إذا موريس والذي ربح القضية ما رأيكم أنتم بربحه للقضية وليس رأي الفرنسيين يقول بلال قمة التواضع عند الغرب أدت إلى انتصاره قضائيا يا ليت العدل كان عندنا نحن العرب هناك من يرد عليه اسمه هشام يقول في المظاهرات مات العشرات ودمرت مئات الممتلكات بلاش بكاء سليمان يقول عالم فاضي ومتفضي له الأشياء السخيفة منك من يتساءل وهو سليم السيد موريس وكل محامي ولا دافع عن نفسه طيب لو كان مذنب ينسجن ولا ينتفون ريشه سلطان يتساءل أيضا طيب اديك ما وده يطلب تعويض طبعا يا سلطان كيف لا يطلب تعويض وغير ذلك حكم له القضاء الفرنسي بتعويض ألف يورو فلا بد من التحلاية مباشرة بعض الشمطانيا الفرنسية والفواح احتفالا بالنصر وأحلى كيلو ذرة وبرغ لعيون الديك ثم نسأله يا سيدنا الديك يا مولانا الديك هل تحتاج إلى جارية هل تحتاج إلى خادمة هل تحتاج إلى تدليك اشتركوا في القناة